موسيقى 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 بعثونا هاي الإسعاف ومن يومتها من 8 سنين وإحنا نشوفيه عليها وعم تشغلها المخيمة بنتعاطع مع المريض يعني حسب الحاجة اللي هو بيكون محتاجة بالإسعاف مثلا نضعف أكسجين نبتلك أكسجين إذا كانت جراح من التعارض وإحنا بنعمله إسعافات أولية دون الإسعاف بينما نقله على أقرب مستشفى دي من نطاقنا يعني بعد أحيان بتحصل معنا حالات صعوبة إذا كان مش هو من شتيلة لخارج بيوت ما في محل فحيت تصور يعني أنت ماشي طالعة من بيوت لصيدة بحالة أن يعني يتأهب كامل يعني ضمن الإسعاف ما في عندك الإسعافات المطلوبة لقله يعني بينما نقله نحاول يعني أكثر أكسى حد أن نوصل لأقرب مستشفى بأسعى وقت ممكن يعني بالإسعاف هاي الوالد اللي حكيتلك عنه بمرة سابقة أنه كان نوجدت سيارة الإسعاف أول واحد إجا فيها طلع فيها وبقيت لها من مخيم ولصد فيه سبحان الله أنه هو كان بالخمسة وثمانين كان عنده سيارة فولفو ستيشن يزق فيها الجوحة والشهدة على المستشفيات يعني كمان بفضو كان يشترب العمل الإنساني أنا فاتح أحياناً محل مطسيكلات أنا بشترب محل مطسيكلات وعملي بالإسعاف عمل تطوع يعني كتير الأوقات بيكون مثلاً عم بشتر بدق التليفون في حالي بدق شغل يبضلني ماشي أو أحياناً بيكون عم بتغدى عم بتعشى بدق التليفون بدق أكلي وبمشي أو بعد أحياناً بيكون نايم بنص الليل بيجي بحالي بقوم من النوم بيلبس بحالي بنزل على الإسعاف وبقوم بواجب يعني بالموضوع هذا يعني هي الأسعاف يعني فيها تعب ومشقة كتير ليك سبحان الله يعني ها هلو سلام يا حبيبي يلا 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 ليك سبحان الله عم تحكي صار بدق التليفون يلا ترجمة نانسي قنقر